وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 449 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 108 أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمكنت الوزارة من ضبط قرابة 9 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 99 طن وتمكنت الوزارة من ضبط 630 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 162 قضية خبز ناقص الوزن و157 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد تداول القمح المحلي ترجمة نانسي قنقر